من طي النسيان استفاء ملف التحقيق بانفجار مرفق بيروت إنما لإكمال المشوار نحو لفلفة القضية فعلى نفس الخطة السابقة للقاضي عماد أبلان الذي أوقف تنفيذ مذكرة توقيف النائب علي حسن خليل استرد المحامي العام التمييز القاضي صبوح سليمان مذكرة توقيف الوزير السابق يوسف فنيانوس من دون تنفيذ عبر توجيه كتاب إلى مكتب التحريات بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلة لاسترداد مذكرة التوقيف الغيابي المسجل لدى المحقق العدلي منذ العام 2020 في حين أتى قرار سليمان انطلاقاً من المبدأ نفسه يلي أطلق على أساسه الموقفين بالقضية وهو إنه المحقق العدلي القاضي طارق البطار مكفوف اليد مصادر متابعة وصفت للأوتيفي الخطوة وكأن تصفية لملف المرفق المصادر المتابعة للملف أكدت للأوتيفي إنه القرار يشكل طاني للعدالة وإنقلاب فاضح على الإجراءات القضائية وتساءلت عن هدف إفراغ الملف من الموقفين وحتى المدعى عليهم وأضافت ما يحصل هو مهزلة فالقضاء يعطل القضاء وبيتحمل وحده مسئولية عدم وصول الناس لحقوقه المصادر تابعت بأي حق بيتجرق المدعى العام على إلغاء مذكرة صادرة عن المحقق العدلي أو استردادة حتى ولو كانت تحقيق معلق بسياق متصل وفي حين اعتبرت مراجع قضائية بأن المحقق العدلي له الحق بإصدار مذكرات توقيف غيابية ووحده القادر على واقف تنفيذة ولا يحق للنياب العام التمييزية تجاوز إجراءات المحقق العدلي التي اتخذها بالسابق خلال متبعته لهذه القضية المعطيات تشير إلى أن مكتب الادعاء بملف تفجير المرفأ سيقدم تعنا بأرار استرداد مذكرة التوقيف الغيابية بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس أمام محكمة التمييز كتاب أثار حفيزة أهالي انفجار المرفأ الذين زاروا أسر العدل اليوم يلا ما بيصير من نياب العام التمييزية تقريباً ثلاثة ربع عضاة أو أكتريتهم غريب صراحة أنه صارت نياب العام بدلا ما تصير دفاع عن الحق العام بغض النظر من المتهم وإذا هو مرتكب أو لا إنه كل شخص اللي هلأ ينزل اسمه أو ينطلب هو متهم يسبب ويطلع بريء بكل أحوال نحن كأهلي ضحايا نزلنا اليوم أنا والأستاذة سيروكوز عاصر العدل شفنا القرار اللي طالع اتفاجأنا فيه بشكل مش طبيعي إنه القاضي التمييزة هو عم يدافع عن المتهم الطالب المحقق العدلي فيه تعدي على صليحات المحقق العدلي رجعنا كل المراجعة الدستورية اللي نحن نستشيرها وهي من كل يعني من أغلبية الفرق كلهم قالوا إنه اللي صار مش طبيعي بتاريخ العدلية مش طاير هكي شيء اللي هلأ خصوصي بقضية قد كبيرة بنحكي عن قضية المرفق فنحن كأهلي هلأ كنا عنا اللقاء بنشوف اللي بدو يصير هلأ اللي بدو يصير صراحة أكيد مش الوقفات اللي عم تصير عطول قدام اللي مش هم تجيب نتيجة ولا البيانات ولا شيء لازم نعمل شيء جديد يؤدي النتيجة نحن مطلبنا معروف أنه يرجع يمشي التحقيق ونحن كنا كلنا إن القاضي حبيب رزق الله إذا بيأخذ قرار بحق القاضي بطار سلبع وإيجابي نحن نكتزم فيه لأننا نحن تحت القنون بس بس صار القضاء ثلاثة ربعة وفوق القنون صار في مشكل كبير حتى بالقضاء صارنا بنشوف أن القضاء ليس بس مقصوم القضاء صار حسب خيارك القاضي بمشي القضاء كما هو بده فعهي الأساس بالمبدأ نحن رح نكون باعتقد الثلاثة بأصر العدل هيا الإجراء الأقرب كتحركات كأجراء إنوني الطعم بهي القرارة نرجع نحن نفعل مذكر التوقيف يبدو أنها خطوة ستعيد الملف المعرقل إلى الواجه من خلال عودة تحركات الأهالي مجددا إلى الشارع فهل ستفتح قوة في الجدار؟